استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة صباح اليوم السبت أحفاد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي وذلك في مجمع القرآن الكريم بالشارقة ضمن مساعي سموه الدائمة في الحفاظ على تاريخ وإرث العلماء الراحلين لا سيما من خدموا القرآن الكريم والسنة النبوية استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم إمارة الشارقة في مجمع القرآن الكريم بالشارقة استقبل سموه أحفاد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي حيث رحب سموه بالحضور مثمنا دورهم في الحفاظ على تراث العلامة السعدي وإبراز جهوده العلمية والبحثية في تفسير القرآن الكريم وعلم العقيدة والفقه وأصوله وكان سموه قد اطلع فور وصوله على المعرض المخصص لمقتنيات متنوعة للعلام السعدي والذي يسرد جانبا من حياته وعماله العلمية والبحثية إلى جانب مجموعة من الصور التي تؤرخ للقطات من المساجد التاريخية التي ارتبط بها في فترات زمنية مختلفة واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح مفصل عن النماذج المعروضة التي تشمل مجموعة من المخطوطات التي تركها العلامة وتشمل مجموعة من التفاسير وكتبه في الفقه وعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف والعقيدة بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات ويذكر أن العلامة السعدي قد ولد في بلدة عنهزب القصيم في المملكة العربية السعودية في الثاني عشر من محرم من العام 1307 للهجرة الموافق 1889 للميلاد حفظ القرآن وعمره 11 عاما كما نال حظا وافرا في صنوف العلم وألقى صاحب السمو حاكم الشارق كلمة بهذه المناسبة أثنى فيها على الدور الكبير والمقدر الذي قام به العلامة السعدي رحمه الله على مستوى انشغاله بالقرآن الكريم والكتابة في شتى العلوم نحن اليوم سعداء بأن تصل إلى هذا المكان نفحات مرحوم الشيخ عبد الرحمن السعدي ونحن دائما في ذكرى الآن بوجود أحفاد نكون نحن يعني كسبنا أن نقول الصدى يبقى بعنا صوتكم ممتد إلى صوته ونحن نلاحظ المحافظة على إرثة هذا الإرثة القيم نحتمنى إن شاء الله أن يحفظ ويدرس أنا كل ما حصلت مناسبة يعني أذكر حتى على الهوى أذكر الشيخ لأن قرأت في التفسير كثير لكن بالنسبة للشيخ طبعا يختلف عنهم ويختلف عنهم كذلك ليس فقط في علمه باللغة لا أكثر من ذلك البساطة والتسهيل وليس التعقيد من جانبهم قدم أحفاد العلامة السعدي شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الاستقبال وتكريم رموز العلم والمعرفة وهو ديدن إمارة الشارقة الدائم ما جعلها منارة علمية وفي نهاية اللقاء أهدى صاحب السمو حاكم الشارقة شهدت تقدير إلى أحفاد العلامة السعدي تقديرا لجهودهم المبذولة في حفظ ونشر تراث العلامة كما قدم لهم الشكر على إهدائهم مجموعة من مؤلفاته القيمة ومخطوطاته ومقتنياته ومؤلفاته في تفسير القرآن الكريم اللقاء حضره إلى جانبه صاحب السمو كل من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع والدكتور خليفة نيجي رئيس مجمع القرآن الكريم وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وعبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة شؤون الإسلامية وعدد من المسؤولين اشتركوا في القناة